الحقيقة التي لا ينكرها أحد ولا يختلف عليها اثنان الموت فكل من على الأرض يموتون ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت فهو الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا لم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعترضه الموت بعد الحياة كل شيء هالك إلا وجهه وهو الحي الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له ولا آخر له وكل ما سواه لحياته أول محدود وأجل معدود وهو الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية قال ابن القيم وحياته سبحانه أكمل الحياة وأتمها وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال وتنفي أضادها من جميع الوجوه فمن علم بأن الله تعالى هو الحي الذي له الحياة الكاملة عبده ووحده ودعاه وحده دون من سواه قال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ومن علم بأن الله هو الحي لجأ إليه واستغاث به قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي ابنته فاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ومن علم بأن الله هو الحي توكل عليه وفوض أمره إليه قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فغير الله يموت ويضمحل شأنه ويفوت والتوكل إنما هو على الحي الذي لا يموت ومن علم بأن الله هو الحي توسل إليه باسمه الأعظم عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في سورة البقرة وآل عمران وطاها ومن علم بأن الله هو الحي زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة فالعبد مهما طال عمره لا بد أن يموت ولا يبقى إلا الله الحي قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام